اتصال نعم تفضلوا الاخ فلاح تفضل يا اخ فلاح تفضل سلام عليكم سيدي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدي سلام عليكم سيدي اترك التلفزيون يا اخ فلاح الله يوفق اترك تلفزيون سيد العفو بسمعني سيدي اذا ات تترك التلفزيون رح اسمعك وتسمعني احسن جزاك الله خير سلام عليكم سيدي وعليكم السلام حياكم بارك الله فيك ابو حسن سيدنا احنا سبق كل انسان مو ينورد واعي وفاعلين ويعروسه فيمره باخطاء ومقصودة قبل سبعة كتن ورد لعزنا الكارفون نعم فأسنا vìflvvvvvvvvevvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv4vvbvv وخدمنا مني كملابذي وشغلات نحن من بعض فضائحة العملة من فضائحة العخرة يعني رجل التشويق نعم فاستخدمنا غراض ومواد وشغلات من الجهوة يعني قال لي أنا بقتها نكرتها علي بعدين هو ما اكتفة يعني يعني شون يقول شار غير مكان وليس أبحث عليه ورا فترة أن يدور ما أخذت أحد مسائل ما حصلت مدينة فهيك حالة شون يعني التصارفه وشون أتخلق فيك موضوعه أحسنتم أخفلح مشكور لاتصالك ومداخلتك حياكم الله وبرك الله بكم اللهم صل على محمدين وآل محمد أولا إخواني نشكر الأخ فلاح على اتصاله ونية الطيبة وإرادة على أنه يصفي حسب تعبيره تسوية حسابات أريد أن نسوي حساباتنا أمامنا موت وأمامنا حساب وأمامنا كتاب وأمامنا قبر فأريد أن أصفي حسابي وهذا نية طيبة وواقعا تحول جيد في حياة الإنسان أن لا يبقى على الغلط يعني أريد أقول كلمة أنه ليس عيباً أن الإنسان أن يخطأ فإن الناس خطاؤون البشر خطاء فمو عيب الإنسان يخطأ بس العيب شنو؟ الإنسان يصر على الخطأ الأخ الكريم الأخ فلاح يقول كنا إحنا سبق وكنا في شباب وكذا وخطأنا واتجاوزنا على موال الناس على كذا وقال أنا أريد أن نسترضي أريد أن نتبار الذمة فما هو السبيل لذلك؟ ما هو السبيل لذلك؟ الجواب يا أخ فلاح لابد من البحث عن هذا الأخ وأن تحصل عليه وتتبار الذمة معه فإن تقول سيدة ما حصلت عليه وأنا يأست يأس على أن أعثر عليه ما أقدر أحصل عليه فالفقهاء يقول من كان في ذمته حق الغير وما وصل وما يمكن أن يصل إلى صاحب الحق فيتصدق بذلك الحق إلى الفقير نيابة عنه يعني أنا استخدمت أشياء أخذت منه أشياء مثلا تسوى لو أحسبها مثلا فات خمسين ألف ستين ألف دينار أنا اتجاوزت على أمواله استعملت أموره والمظالم اللي بذمتي مظالم اللي حصت أنا ظلمت الآخرين بيها خمسين ستين ألف دينار أشياء أنطيها إلما للفقير نيابة عنه وحقه الذي لا بد أن يصل إليه فأنت أولا ابحث عنه وإذا وجدت إن شاء الله تعالى تتبار الذمة بشجاعة 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 قل له أنا مثلا الآن شو تتكلم معاي قل له أنا لكي خطأان وأنا كذا والإنسان موعب أنه يخطأ ولكن حسب تعبير الإمام الحسين صلى الله عليه العار كل العار إنسان أنه ماذا يكون من أصحاب النار أما الإنسان أن يخطأ هذا ليس عارا وليس عليه حال عيبا إنما هو إنسان أنه يتجاوز هذه المرحلة وينتقل إلى مرحلة أخرى وهي التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وتصفية حسابه إن شاء الله تعالى إما أن تبحث عنه وإما أن تتصدق بهذا المظلمة والظلامة التي حصلت عليه وتقيم أمواله ججيل وتعطيها إلى الفقير نيابة عنه اللهم صل على محمد وآل محمد الأخ محمد تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحياكم الله بارك الله بكم سيدنا السؤال تفضل هندي سيارة أجرة عبرية عندك سيارة أجرة أجرة عبرية نعم وعدي مثلا خط إليها في الصبح أشتغل عليها بني ومن فترة العصر يوقف هذا شغلنا يعني مثلا هنا صبح شغلنا محدود والعصر يوقف هذا الشغل مثلا عندي غير خط بالليل أقدر أشتغل عليه بس هو يعني مو خطي يعني شنو تقدر تشتغل عليه هي سيارة أنت سيارتك لو سيارة الآخرين لا هي سيارتي سيارتك وتي تشتغل على خط آخر اي شو المشكلة وين المشكلة يا أخ محمد هو هي ماكو مشكلة والمشكلة يقولولي حرام يعني تروح على خط الناس يعني تعمل على خط الناس يعني تاقد خط الناس يعني مثلا مثلا أخذ كثبيب مثلا أنا خط بغداد نجا جيد ها جيد اه ومثلا أنا دحوله مثلا بغداد كربلاء بالليل ومو بغداد نجا في الصبح بالليل بغداد كربلاء شو المشكلة وين المشكلة أكو مشكلة قانونية مشكلة اجتماعية اي مشكلة قانونية أكو بس مشكلة قانونية بالليل ما حدي حاجشك شنية مثلا ما لهم علاقة بيك بالليل بس بالنار بس شنية ويقول لي حرام يعني أنت تغير تأخذ رزق غيرك موجود الحجار هالشكل خير إن شاء الله مشكور هياكم الله الاخ محمد الله يحفظه ويرزقه إن شاء الله رزق واسع وطيب يقول سيدنا أنه أنا هالشكل عندي خط صباحي أذهب به مسافرين أنقلهم من من مكان إلى مكان في الليل أنا مو من حقي أن أروح إلى خط ثاني مثل بغداد ديوانية وبغداد حلة أنا بغداد نجف أشتغل مثلا ولكن في الليل أروح هذا الخط لأن ما عندي شغرة عمل أحصل كامفلس من خلالهم هل يحق لي ذلك أو لا هل يحق لي ذلك أو لا الجواب الجواب أنه لا إشكال فيه لا إشكال فيه الإنسان أن يشتغل أينما كان وأي خط أشاء وأي وسيلة أراد ما في إشكال إنسان حر يقدر أن يشتغل أربع خطوط ويقدر يشتغل خط واحد ولكن انتبه إلهي أخ محمد إذا كان النظام والقانون ما يسمح لك أنه أنت تنتقل إلى قضية اللي هذه في الواقع تضر الآخرين أو تجعل هناك حسب تعبيرنا التزامات قانونية سمحت السيدة الله يحفظه يقول هذا يوجب نوع من الإخلال بالنظام فأي عمل يوجب الإخلال بالنظام والمخالفة في الأنظمة سمحت ما يجوز ما يرخص إله فأنت في الواقع شوف نفسك أنه واقعا إذا كان القانون ما يسمح لك فتنازل عن هذا العمل اللي يوجب نوع من مزاحمة الآخرين الضرر بالآخرين اللي هم واكفين سرع واكفين كذا وينتظرون يجي راكب وانت تجي على حال تحصل الراكب أرخص تأخذهم وكذا ذول على حال يتأذون لا يصير هذا النوع من الإيذاء والضرر والإخلال بالنظام حياكم الله أخ محمد